موسيقى على هذه الأنغام يبدأ برنامج حياة وناس سأسعى الآن تشير إلى الحادية عشرة وخمس دقائق نستمر معكم على مدى ساعة كاملة ودائما على منتكال الدولية موسيقى نوجه التحية إلى تيبو من هندسة الصوت وإلى رشح عبود من التنسيق اليوم في حياة وناس نناقش إشكاليات فهم وتطبيق العلمانية في العالم العربي موسيقى تحية ليست في الفرنسية وتعرف اللغة العربية بالعلمانية البعض يترجمها بالدنيوية أيضاً ولها معنى واسع يشير بشكل أساسي إلى فصل الدين عن الشؤون المدنية والدولة كفلسفة تسعى العلمانية إلى تفسير الحياة على أساس مبادئ مأخوذة فقط من العالم المادي دون اللجوء إلى الدين والغيبيات في جوهرها هي نقل التركيز من الدين إلى الاهتمامات الزمنية والمادية من الناحية السياسية العلمانية هي مبدأ الفصل بين المؤسسات الحكومية ودين أو أديان مواطنيها تعد فرنسا من أكثر دول تطبيقاً للعلمانية ووضعت في العام 1905 قانوناً واضحاً يفصل الدين فصلاً تاماً عن الدولة وينظم العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية طبعاً مع ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية على اختلافها في العالم العربي يواجه مصطلح العلمانية إشكالية كبيرة تتعلق بالفهم وبالتطبيق في التاريخ العربي الحديث مثلاً استضم هذا المصطلح ببعض الأنظمة التي جمعت ما بينه وما بين دكتاتورية أنظمة أخرى تبرت العلمانية بمثابة كفر وإلحاد ولاحقت كل من يروج لها اليوم في حياتنا سنناقش الموضوع مع مجموعة من الضيوف دكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية ينضم إلينا أيضاً الأستاذ حبيب عبدالربي السروري الروائي والأستاذ في علوم الكمبيوتر ينضم إلينا أيضاً الشاعر والمدافع عن حرية العقيدة جمانا مصطفى ينضم إلينا الشاعر والإعلامي جوزيف عساوي وتنضم إلينا أيضاً الكاتبة والأستاذ المساعدة بمعهد العلوم السياسية بجامعة الزيورخ السويسرية السيدة إلهام المانع ربما نبدأ من عند الأستاذ حبيب عبدالربي السروري نقول مرحباً أستاذ حبيب أهلاً أستاذاً مرحباً كيف الحال؟ كل شيء تمام كويس مناسب سعدة بسمع صوتك أستاذ حبيب أستاذ حبيب لماذا هذه الإشكالية؟ هناك إشكالية في الفهم في فهم ربما العلمانية نسمع كثيراً عن أراء كثيرة تتحدث أن العلمانية هي إلحاد أن العلمانية هي كفر هي هرطقة هي تمثل بالغرب هناك ليس فقط عبارات كهذه نسمعها بل أيضاً هناك كتب ظهرت تتحدث في نفس الاتجاه مش بس كتب هناك حكومات نطقات في نفس الاتجاه لماذا هذه الإشكالية نحو العلمانية؟ هو الحقيقة طبعاً هناك أسباب تاريخية في واقعنا العربي والإسلامي بشكل خاص أسباب تاريخية آتية من كون الدين الإسلامي يعتبر نفسه دين ودولة نفس الوقت يعني ارتباطه بالمنظومة المعرفية والسياسية والثقافية يرتباط قوي جداً جداً أدخل نفسه أقحن نفسه في جميع مسائل الحياة العلمية والمعرفية والآخره وبعدها السبب الآخر أن القوى الإسلام السياسي طبعاً شوهت مفهوم العلمانية تشويه كامل أعطت صورة أنه هو يعني هو رديف للإلحاد بينما كما قلت قبل شوية نعم هو بالعكس يعني هو أكثر من يعطي للأديان المناخ المناسب لتطبيق لحياتها الطبيعية بس في الواقع الخاص نعم بسبب بسيط جداً أنه لم تذكره في مقدمتك نعم هذا هو مسألة حريات الضمير حريات الضمير أحد أركان العلمانية الرئيسية بجانب فصل الدين على الدولة وإلى آخره حريات الضمير هي باختصار أن تؤمن أو لا تؤمن أو تغير دينك يعني عندك حرية كاملة لأن هذه قضية شخصية بحتها نعم يعني بهذا أنت توضح حبيب عبد الرب السوري أنت توضح وتقول أن العلمانية لا تتعارض مع الدين عكس ربما ما يشاع مثلاً في بعض المجتمعات العربية إطلاقاً هي أكثر من تحترم الأديان باعتبار أنه الدين قضية شخصية أما أنه الدين يورط للدفاع عن الحاكم للدفاع عن الدكتاتور كما هو كل تاريخنا الموجود حالياً للدفاع عن أنظم موقع هذه أكبر إحانة للدين بالنسبة لي وحدها العلمانية هي ما توقف الدين من هذه الورطة ورطة طويلة جداً عمرها 14 قرن نعيشها الدين دائماً بيد الحاكم وسيلة لقمع الناس لسكن الناس لتعذيب الناس في الأخير بينما العلمانية تخرج الدين كلية من هذه الأشياء ومش فقط كذا أيضاً تطور المعرفة المعرفة تعرف العلم الحديث منفصل انفصال كامل عن الدين رؤيته للكون للحياة معاكسة لرؤية الدين نعم إنك ترك الدين يقحم نفسه في هذه القضايا يعني يعيق التطور يعيق المعرفة يعيق تطور العقل جميل أستاذ حبيب أستاذ حبيب يعني في كتابك المعنوان بمقولة الشاعر أبي المعري لا إمامة سوى العقل تشدد على أن الوقت قد حان لإيجاد دراسات فاعلة وقراءات علمية للدين والمسلمات يعني لهذا التعتيم الذي يغلف العقل العربي منذ عقود طويلة هل تعتقد أنها مشكلة ثقافة وتعليم أيضا ليس فقط مشكلة أنظمة وربما أحزاب سياسية أو أفكار إسلاموية إلى آخره والمفارقة الكبيرة أنه يعني نحن بالنسبة لنا كعراب وكتاريخ عربي وكتقافة إسلامية وإلى آخره عندنا قذور للعلمانية أكثر من ما كانت في الغرب صحيح لو تقرر الـ 11 يعني عندي في مقابلة حتى تظهر معي كاملة في مقلة نزوة لهذا العدد نعم فيها أذكر قمام عربية كبيرة جدا زي بردوجد أبو العلاء المعرين أبو العربي كانت هذه القمام شكل من أشكال من مفكري أنوار قبل عصر الأنوار اللي هو القدس 18 زي ما أنت عارف فاللي أقول عندنا قذور للعلمانية أبو العلاء فصل أنه إثنان أهل الأرض زي ما أنت عارف يعني ذو عقل بلا دينا وذو دينا بلا عقل وآخر لين لعقل له يعني عمل فصل كامل جدا قبله وبعده بشوية إبو الرجد تكلم قبل دين كرة والعقل كرة ولا تقاطع بينهما الأولى مبنية على العقيدة والإيمان والثاني مبنية على العقل والبرهان نعم فكان هذه قذور عظيمة جدا لو كنا لو استفدنا منها لو كنا قبل الآخرين في العلمانية بأكبر أنه ظهرت أفكارها عندنا كعرب وكفكر عربي قبل الآخرين جميل ما حصل إنه الإحطاط بعدها أي عفونا نعم الإنحطاط سنصل ربما لنتحدث إلى ما حصل بعدها ولكن قبل ذلك أريد أن أتوجه إلى شاعرة والمدافعة عن حرية العقيدة جمانة مصطفى تنضم إلينا نقول مرحبا جمانة مرحبا منيكم الجميع كيف الحال ممتاز الحال جمانة مصطفى كتبتي منذ فترة أنت أنت مثقفة وشاعرة كتبتي كعلمانيين جبناء نخاف أن يحدث معنا ما حدث مع سامويل باتي هو المدرس الذي قتل في فرنسا ومع فرج فودة ومع ناهض حتر ومع آلاف السوريين والعراقيين والأفغان من غير المعروفين ممن قتلوا على يد الإسلامويين هل بهذا وكأنك عم تقولي جمانة أن هناك خشية أيضا لدى كل مثقف أو كل أحد يمكن ربما أن يتكلم عن مواضيع تتعلق بالحريات مثلا أن يلاقي نفس المصير الذي لقاه مثلا الأسماء التي ذكرتها في منشورك هل هذا كان ما قصدته إلى حد كبير نعم طارق يعني يعلمانيين هنا نتصرح أو أشخاص نؤمن بحريات الأثقاد أو الضمير كما أشارها لها الدكتور هنا نرغب بالتصريح عما نذكر به لسا أنا نوصلت لمرحلة ننادي به تماما أو التعبئة له تدخل هذه الحسابات في رؤوسنا حسابات الخطر حسابات أن نعاقب بحكم فتوى أو بحكم تحريب في مسجد وحدث حدثت كثيرا يعني تحديدا كما تكون تعيش في العالم العربي وتكون منتهك تماما سواء كإسم أو كشخص أو كحرية يعني فرية حياة حرية انتقال فطبعا هذه الحسابات تدخل في رؤوسنا من الصعب اليوم أنك تختار بين حريتك الشخصية وحرية حرتك الشخصية بطرح أذكارك بمعنى وسلامتك الشخصية وما بعتقد أنه في العالم العربي ما بفكر كل مرة بفكر بأنه في حكمان ولو بسيط أنه يتعرض لإذاءه أو عائلته بسبب هذه السكرة نعم طيب جمانا نتمنى أن تبقي معنا أريد أن أتوجه إلى الشاعر والإعلامي جوزيف عيساوي ينضم إلينا من لبنان نقول مرحبا أستاذ جوزيف صباح الخير طارق لك لا ديوفك يعني جوزيف يعني المعروف عن الشعراء الشعراء لا يكتردون بشيء الشعراء يعني هم يعني هم ربما أدواتهم الأساسية هي الجرأة والاقتحام استمعنا إلى صوت جمانة جمانة مصطفى هل إلى هذه الدرجة ربما حرية الرأي والتعبير مقلقة ومخيفة في بلدان العالم العربي أكيد خاصة لما بيتعلق الموضوع بالسياسة أو بالدين وكمان بمحرم تالت هو الجنس لأن الجنس يستعمل من السياسيين والمؤسسة الدينية لترويد الأسراد وإخضاعهم وتشويشهم وبالتالي سيصفل الفيطر عليهم أكيد في حرية الاعتقاد بشكل أساسي خليني فوت ضغري على آتمة اللبنان على سبيل المثال الدستور اللبناني المادة تسعة الملتبسة جدا يلي بتنس حرفيا بتقول حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأذيتها قروضة الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلالهم بالنظام العام وهي تضمن للأهلين على اختلاف ملالهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية المادة الخبيثة يعني يلي بتنس حرية الاعتقاد التوصف بالمطلقة تغرب ترجع بتقول والدولة بتأذيتها فروضة الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وكأنه هناك تناقض في طمع أن حرية اعتقاد مطلقة بعدين الدولة بتأذي فروض الإجلال لله تعالى يعني كيف الدولة يلي هي مؤسسات وسلطات كيف بتأذي فروض الإجلال يعني ما فهمنا كيف يعني مشرع مجلس نواب هو وعم بشرع كيف يعني بيأذي فروض الإجلال وبعدين لله تعالى يعني حددت الألوها المتعالية يعني البوذي أو الهندوسي أو الصوفي أو من يؤمن بالحلولية يعني الألوها غير المتعالية أو المنفصلة عن الكائنات والطبيعة أنه الألوها التي تعترف بها الدولة اللبنانية بعدين المسيحية على سبيل الإنسان الإله في المسيحية هو غير الإله المتعالي الذي في الإسلام أو في التوحيد المطلق نعم جوزيف المسيح إله تجسد المسيح إله تجسد بالتالي يعني حسب أي أي ألوها يعني الدولة حين تقول فروض الإجلال لله تعالى يعني الإله المتعالي يعني هل الإله المسيحي حسب إله غير معترف به أو أقل اعترف به من قبل دولة اللبنانية لو سمحت لي نعم واضح جوزيف عساوي لو سمحت لي يعني في تشينة الأول العام الماضي احتجاجات عارمة شبهها البعض بالثورة والانتفاضة عامة الشوارع اللبنانية كان هناك مطالبة بدولة مدنية علمانية وكأن العلمانية كانت يعني هذا طوق النجاة الذي قد ينتش اللبنان من الطائفية مثلا هل تعتقد أن طرح كهذا يمكن أن يتحق قريبا في لبنان ما الذي يمنى من نظام علماني أو من دولة علمانية في لبنان النظام الطائف لبنان دولة بنيت على أساس طائفة منذ متصرفية جبل لبنان التي ظهرت بضغط من الدول الأوروبية على السلطنة العثمانية بسبب الاتهاد المستمر للمسيحيين الموارنة وعلى هذه المتصرفية أعلنت العام 1920 دولة لبنان الكبير ثم صدرت قوانين العام 1926 ومن ثم مصاق العام 1943 وصولا إلى اتفاق الطائف 1990 الآن في الوقت الراهن هل ممكن الغاء الطائفية السياسية لكن الغاء الطائفية السياسية وصولا إلى دولة مدنية كاملة تقترب من الدولة العلمانية يعني دونه مصالح الطوائف المؤسسات الطائفية المؤسسات الدينية ومصالح زعماء الطوائف في تحالفهم الشيطاني مع المؤسسات الدينية وكأنك عم بتقول الموضوع هو مش موضوع دين بقدر ما هو موضوع سيطرة وكأن السلطات هي تستخدم ربما هذه الأدى للسيطرة جوزيف سنعود إليك مرة أخرى ولكن أريد أنتقل إلى الأردن الأستاذ جمال الشلبي أستاذ في العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية ينضم إلينا نقول مرحبا دكتور جمال أهلا بك صديقي العديد وأهلا بكل ديوفك في العالم العربي وغيره أهلا بك دكتور جمال يعني أنت لديك تجربة لفتة أنت عشت جزء من حياتك في فرنسا ودرست في فرنسا وبعد ذلك انتقلت إلى عمان للتدريس هل فعلا البعض يقول مثلا أن العلمانية هي قد تتعارض مع حياة مجتمعات محافظة وأنت عشت في فرنسا مجتمعات ربما منفتحة وربما مجتمعات يطلق عليها بالمحافظة كالأردن وغيرها من البلدان العربية هل فعلا تتعارض العلمانية مع نمط حياة مجتمع محافظ مثلا بالتأكيد لا أنا أتيت من بلد أردني عربي منفتح إلى حد ما عكس العديد من الدول العربية أنا أظن يجب التمييز لا يجوز لنا أن نقول أن العلم العربي كله مغلق أو محافظ صحيح أنه لدينا ربما توجهات دينية ملتدين بها بشكل كامل لكن المحافظة ليست في كل العلم العربي أنا أظن عندما اتحدث عن لبنان عن السورة عن بلاد الشام ومصر وبعض الدول الشمال أفريقيا أكيد أن هناك في محافظة لكن ليس في انغلاق كما أظن أنا عشت في فرنسا ثمان سنوات وأظن أنني تعلمت الشيء الكثير يعني تخيل كيف نتحدث عن دولة علمانية تتهم بأنها علمانية متشددة لا تنسى أن العلمانية برزت صحيحنا برزت في إطار الفلسفة اليونانية ضمن أبي كور قبل البلاد لكن حقيقة تدسيتها بدأ في الثورة الفرنسية عام 1789 وبالتالي فرنسا أنا أظن أنها قادت العالم إلى العلمانية كرد فعل على الواقع الاجتماعي على الواقع السياسي على الواقع الصراع الطبقي والصراع الديني إذن فرنسا أظن كدولة تتهم دائما بأنها يعني متشددة في أرائها بالمقارنة مثلا مع العلمانية في بريطانيا أو ألمانيا التي يعني يوجد هناك نوع من التسامح أو نوع من المصالحة بين النظام السياسي ونظام الاجتماع والديني أظن أني كنت يعني أدهش كثيرا عندما أرى أولئك الناس الذين يطاردون من جانب السلطات أو الشرطة لأنهم لا يمكن أوراق ثبوتية أو كرد سجوغ فأين يذهبوا؟ يذهبوا إلى الكنائس وعندما يدخلوا ويتحصنوا يخرج فجأة قسيس أو راهب ويبدأ في مخاطبة السلطات ويبدأ في التفاوض لكي يعودوا إلى أدراجهم ومن ثم الوصول إلى الحلول هذه النظرة أنا أظن أن فرنسا بهذا الجمالية بين المحافظة على الروح الدينية والمحافظة على روح الدولة هذه قمة العلمانية من هنا أرى بأن العلمانية ليست مجرد نظام أو ربما عقيدة هي أسلوب حياة ما الذي يمنع هذا النظام من تحقيقه يعني في البلدان العربية حسب رأيك دكتور جمال باختصار أولا معظم يعني هو شوف إحنا لدينا صراع كبير وممتد بين ما يسمى الأصالة والمعاصرة الأصالة التي تحتمد على الدين في معظمه على التراث الديني وعلى التاريخ والأودع إلى الماضي وبين الحداثة التي تحاول أن تواكب الجديد وبينهم هناك حالة ثالثة وهي الحالة التوفقية أظن أن معظم أنظمة السياسية سواء خاصة التي خرجت من رحمة الاستعمار والانتدابات البريطانية والفرنسية وقبلها كان الانتداب أو فنقل الاحتلال أو السلطن العثماني والعثمانيين أظن أن معظم أنظمة السياسية التي خرجت من رحم هذه الانتدابات والسلطات هي أنظمة تقوم على الشرع أو على الشرعية الدينية من المغرب إلى مصر إلى السعودية إلى الأردن وحتى تلك الأنظمة التي يعني ليست بالضرورة لديها شرعية دينية تحاول أن تتشبس بأنها تعود بجذرها أو بتاريخها إلى الإسلام بالتالي هذا الأمر لا يمكن أن يتوافق مع فكرة العلمانية التي تفصل أنا لا أقول لا تفصل بين الدين والدولة هي تفصل بين الدين والسياسة لأنه حتى في فرنسا عند مساء الكاتر هناك في أسماء جان بير وجنران بول وفي هناك يعني كل أحد في هناك عطل واحترام للأعياد فلا يجد حقيقة تفصل بين الدولة والدين هناك تفصل بين السياسة لماذا لأنه لا يمكن أن توجد علمانية بدون ديمقراطية لا يمكن بالتالي هذا الثلاثي المقدس الذي قامت عليه الحداثة الأوروبية اللي هي الديمقراطية مع الحرية مع العلمانية هي التي تشكلت الانطلاق الكبير للعقل الغربي الذي فهم مفهوم العلمانية بعيدا عن التأثيرات السياسية في العالم العربي أعطيك مثال سريعا في العالم العربي أنا عندما كنت أصلي وأؤمن وهذه قضية أحيانا في العالم الغربي يخلط بين العلمانية والإلحاد وهذا شيء خطير وهو مقصود بنهاية المطال وأنا أتفق أن بعض الناس عندما تقول علماني يبدأ بعد شعر رأسه كيف ولماذا ومن ثم هناك إحساس بأنك أمامك خطير وغير طبيعي ويجب ربما هدايته أنا أظن أنه لم نفهم العلمانية بأنها يجب أن تتواكن مع الديمقراطية في الماضي في الثمانينات قبل التحولات الديمقراطية جاءت في الثمانينات أظن أنه عندما يصلي الإنسان في مسجد ويقول الإمام السلام عليكم فجأة يدخل شخص ويقبض المعك ويبدأ في التحرير ويبدي بإرسال رسائل سياسية لماذا أصبح المسجد وسيلة للتعبير وسيلة لإرسال الرسائل السياسي لماذا لأنه لا يوجد حزبية في الأدي ولا يوجد حياة سياسية وربما هذا الأمر حسب الكثير كان مقصد الحكومات التي عملت على ذلك دكتور جمال الشربي نتمنى أن تبقى معنا تنضم إلينا الأستاذة إلهام المانع الكاتبة والأستاذة المساعدة بمعهد العلوم السياسية بجامعة زيوريخ السويسرية نقول مرحبا أستاذة إلهام مرحبا أستاذة إلهام يعني برأيك أنت استمعت ربما إلى معظم المداخلات حتى الآن التي قدمها ضيوفنا هل ساعدت بعض الحكومات العربية وعملت على اعتبار العلمانية مجرد كفر وإلحاد على سبيل المثال يعني كانت المديرية العامة للإفتاء في المملكة العربية السعودية أصدرت بيانا تقول فيه أن كل من يؤمن بأن هناك توجيها أكثر كمالا من تعليم الرسول أو أن حكم أي شخص كان أفضل من حكم الرسول فهو كافر يعني ونحن نعلم يعني ربما حجم حجم السعودية وتأثيرها ونفوذها في بلدان العالم العربي هل ساعدت بعض الحكومات ربما بتعزيز هذه هذا الفهم الخاطئ عن العلمانية مثلا نعم نعم السابي تحديدا أنت وضعت يدك على جوهر المشكلة تحديدا وهي التضافر والاعتماد المتبادل بين الدولة وبين السلطات الدينية وأيضا تجد أنه العديد من الدول والحكومات العربية ليس فقط في شبه الجنية العربية لكن في دول أخرى في شمال إفريقيا وغيرها فبعض هذه الدول اعتمدت في بقائها على شرعية دينية كما أشار بعض الضيوف الكرام من قبل لكن أيضا اعتمدت في العمل بشكل منهجي مع حركات إسلامية سياسية وصولية بالنسبة لهذه الأنظمة المسألة مسألة بقاء بالنسبة لها مسألة براغماتية ميكليافيلية نعم لكن النتيجة كانت أن تركت هذه الحركات حرة طريقة في العمل على نشر إيديولوجيتها الدينية السياسية المتطرفة على نشر خطابها الديني على نشر رؤيتها للدين في مؤسسات التعليم في الإعلام وفي المساجد والنتيجة نراها اليوم وبعض هذه الدول تحاول الآن استراجع لكن المشكلة أنه أن ما بنيته على مدى عقود يصعب خلخلة أركانه اليوم نعم أستاذة إلهام المانع ضيوفنا الكرام دكتور جمال الأستاذ حبيب عبدالربس روري شاعر جمان مصطفى الشاعر جوزيف حساوي سنذهب سنستريح دقائق مع إسرح موسيقية قصيرة ونعود لأن هناك ريبرتاج من مصر سنستمع إليه سويا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة استمعنا إلى لندن جرامر وأغنيات وستنغ ونواصل برنامج حياة وناس حياة وناس طارق حمدان اليوم نتحدث عن إشكالية فهم وتطبيق العلمانية في العالم العربي أريد أن نوجه التحية وترحيب مرة أخرى لضيوفنا لهذا اليوم أدعو الضيوف وأدعوكم مستمعنا للاستماع إلى هذا التقدير الذي أعدته الزميلة دين إبراهيم مراسلة منتكة الدولية في القاهرة العلمانية هي أكثر المصطلحات الشائكة في الدول العربية والإسلامية فرغم أنها مصطلح تنظيمي سياسي يعني ببساطة فصل الدين عن الدولة ونظامها السياسي إلا أن الغالبية ينظرون إليها كمصطلح ديني بحت يعني بالنسبة لهم إلغاء الطابع الديني في المجتمعات بل ويخلطه البعض في كثير من الأحيان بالإلحاد وهو ما تسبب في إسالة الدماء عبر السنين بين المتشددين دينيين وبين النظم السياسية القائمة على أساس غير ديني كما يوضح الكاتب الصحفي سيد جبيل الحقيقة العلمانية مصطلح يؤثير الحساسية بيصطف في تعرفها فريقين ما فيش بينهم أي نقطة التقاء فريق بيكفر بالعلمانية وبيعتقد أنها كفر بواح وإيمانا منهم أن الحكم ليس إلا لله وبعضهم بقى مئات بل ألاف من الشباب اللي بيفجر نفسه انتقاما من النظم الكافرة التي يعتقد أنها تحكم بغير شراء الله في المقابل في ملايين من العلمانيين اللي بيعتقدوا أن العلمانية هي توقن نجاح للعالم الإسلامي قبل أن تكون توقنها لكل العالم واعتقادا منهم أنه بدون العلمانية هنتحول إلى دول بتحتوي على مجموعة متناحرة من الطوائف الدينية اللي كل واحد فيهم بيستبعد الآخر لأنه على قناع أنه فقط على صواب ورغم المحاولات المستديمة لشرح الفارق بين العلمانية كنظام سياسي وبين الدين إلا أن العلمانية تظل مصطلحا منبوذا عند الكثيرين بينما يدركوا بعض المثقفين أن هناك أسبابا لتخويف الشعوب من العلمانية عشان مجتمع رجال الدين مسيطرين عليه سواء رجال دين مسلمين أو مسيحيين يفاهمينهم لأن العلمانية هي التي تكشف في التجارة بالدين التجارة وبحثة طبعا كلها متفين عليها فبيفاهموا الناس البسيطة صبح وظهر وليل أن العلمانية يعني كفة ومنذ محاولات الإسلام السياسي السيطرة على الحكم في الكثير من الدول العربية ندى الكثير من المتخصصين بفصل الدين عن الدولة لتجنب بحور الدماء الطائفية دكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مع فكرة الدولة مع فكرة المواطنة مع فكرة وضع الدين في سياقه الطبيعي بعيدا عن هو يتاجر به الدين بيمرس عبادة ما بيني وما بين ربي بيمرس في الجامع في الكنيسة في المعبد بعيدا عن أن أنا نزله وأتعامل بها في منازعاتي السياسية والاجتماعية ولهذا تعتبر الصراعات بين الراديكاليين الدينيين والنظم العلمانية السياسية من أفدح الصراعات التي دفع المدنيون ثمنها منذ القرون الوسطى وحتى الآن دين إبراهيم من القاهرة منطقال الدولية إذن سمعنا إلى هذا التقرير الذي عدته زميرة دين إبراهيم من القاهرة أريد أن أتوجه إلى الأستاذ حبيب عبدالربس روري الروائي والأكاديمي نرحب بك مرة أخرى أستاذ حبيب السلام جديد أستاذ حبيب هناك من يقول المجتمعات العربية هي مجتمعات متدينة هي مجتمعات قريبة إلى الدين الدين هو جزء مهم من تكوين هذه المجتمعات وهناك خشية أيضا على أن إن دخلت العلمانية إلى بلد ما ممكن أن تؤثر على علاقة الفرد مثلا بدينه أو علاقة المواطن بدينه ما رأيك بهذا الطرح؟ هو طبعا الإشكالية الكبرى بالنسبة لي أن مجتمعاتنا مجتمعات أمية الأمية موجودة بها بالنسبة 60 إلى 80% نعم هذه المشكلة الأكبر إضافة إلى هذا عقود قرون كاملة من أنظمة سياسية ضلامية متحجرة ضربة التعليم ضرب كامل جدا حولت التعليم إلى وسيلة أن تتعلم في دولنا غالبا هو كيف لا تتعلم أصلا يعني يحولوك إلى خروف تابع للرؤية السائدة العقل يمحى نحو كامل بينما العلمانية هي الوسيلة الكاملة باعتبار أنها تبعد كل المسلمات الدينية والأيديولوجية عن العلم تتعلم العلم بطريقة حديثة بدون أي خطوط حمراء التفكير ينطلق بشكل كامل فهي وسيلتنا للخروج من هذه الأزمة يعني هل هي مشكلة التعليم أستاذ حبيب التعليم حيساهم يعني تعليم ضروري جدا جزء كبير من تغيير المجتمع وتسليحه أو أنه يكون في إطار العلمانية وسيلة حقيقية لاستخدام العقل لتفيهير ملكات العقل بينما في واقع في المجتمع الديني ينغلق العقل يتحول الليسان في أفضل الحالات إلى تقني مستعد أنه يكون مهندس في أفضل أحوال أو مطميم لكن لا يمكنه لا يمكنه يصنع فكر لا يمكنه يصنع معارف لا يمكنه لا يمكنه توقيه أسئلة جوهرية للبحث العلمي لتغيير إلى آخره نعم واضح ساذة حبيب اسمح لي أن أنتقل إلى شعيرة جمانة مصطفى جمانة أمكن أن أقول كلمة صغيرة قبل ما عفوا طبعا نحن تكلم باستثار عن فرنسا كالعلمانية هناك أيضا اليابان في دستور اليابان نفس الدستور الفرنسي في جانب العلاقة بالدين إلى آخره فأعتقد العلمانية هي فكرة فكرة حديثة سائدة في كل المجتمعات المتطورة جدا وإلى آخره التركيز على فرنسا حاليا ربما لأنه أخيرا أرادت تحجيم دور الإماء اللي واجهة من أنظمة ظلامية وهابية ومن تركيا وإلى آخره اللي أرادوا اللي غيروا أفكار كثير من الشباب فربما هذا هو لهذا التوقيه والههوم الكبير على فرنسا حاليا بسبب مع أنه ذكرت تركيا على سبيل المثال مع أنه تركيا يعني رسميا هو نظام علماني يعني هو التركيا أولا العلمانية قذرها متى ترك جاءت بإرغام نعم يعني كانت شبه علمانية رؤسية تحفظات كثيرة حول العمانية طيب أخيرا مع أردوغان هناك نحراف كامل يعني ألغى تعليم الدروينية من الصور المجتمع علماني نعم تلغى فيه نظرية التطور والإقتقال هي أساس العلم جميل والإنسان والكون نعم جميل علمانية تدرى تركيا عليها أسئلة كثيرة جدا ومشكوكة وهي قناع أكثر مما هي حقيقة طيب شاعر جمانة مصطفى يعني سمعنا في التقرير يعني كان هناك أكثر من صوت لمواطنين من الشارع أحدهم قال العلمانية والكلام ده يعني جايبين من الغرب وأمريكا وهناك الكثير من الأصوات التي يعني تستغرب لهذه الانتقائية في العالم العربي أحيانا يعني الهاتف هو آتي من خارج المنطقة العربية السيارة التي يقودها آتي من خارج المنطقة الدواء الطعام كل شيء لماذا يعني هناك من يقول أن العالم العربي نحن نستورد كل شيء ولكن لا نستورد الأفكار ولا نستورد العلم ما رأيك بذلك طبعا واثق هذا الكلام يبدو أنه كان في جربة في العالم العربي في العقل العربي وهذا برجع بحث لكلمتك طارق عن التعليم تم أنه أنت تشتقبل نتاج العلم لكن ترفض مقدماته أنت حترفض العلماني لكنك تقبل كل الانتياجات التي لن تأتيك إلا عن طريق العلماني كل الرفاهي الحديث اللي بعيشها العالم اليوم العالم وما نتج عن العالم والأفكار الجميل التي نعيشها هي نتاج العلماني بالأشاس أنها حررت العقل من كل القيود بما فيها قيود الدين وليس فقط قيود الدين فأحنا بنرصد المقدمات وبنقبل بما ينتج عن هذه المقدمات لأنه أحنا بنحش بالزمد لما نستخدم الهاتف الجديد لكن أنا ممكن أحش بالزمد إذا عرفت أنه مثلا من يخترع هذا الهاتف كان مرفوض من قبل كنيسة أو كان ملفد أو كان رافض للمسيحية في حال كان مصيحي السؤال آخر بس أنا في في نقطة حاب أشير إلها وأشارولها الأساتذة هون هي موضوع ما الذي يقر يعني العلماني العربي اليوم يقر في مواجهة ماذا إحنا نقر في مواجهة كل شيء بالمناسبة المجتمع بالأساس القوانين اللي هي بستثناء يمكن الدستور اللبناني وربما هي جميع قوانين تنص على أن الإسلام دين الدولة كذلك ما يعتبر معارضة في العالم العربي لإسلام السياسي حركات الإسلام السياسي اللي هي تعتبر معارضة عند الدولة لكن الدولة تطلق يدها في المجتمعات لتربي قلنا أستخدم هذا المصطلح كل من يعارضها العلماني العلمانية كفكرة اليوم في العالم العربي هي نقطة صغيرة في بحر يقول لا للتزهيل لكل أشكال التزهيل فبالتالي أنا كشخص العلماني اليوم أقف الكل بضي المعارضة التي يعترف بها كمعارضة له الإسلام السياسي في العالم العربي القانون والدولة بكل أدواتها والمجتمع بكل أدواته وأدفع أثمان مرتفع جدا في حال صرحت بهذا الشيء وتحديدا كإمرأة لكن لن أخذ في الموضوع الجنس اليوم فبالتالي نحن لا نقول من الذي يحارب العلمانية يكفينا المال الذي ينفق على موضوع التزهيل في العالم العربي يكفيك كتب مصطفى مصمود التي لازلت تطبع بالآلاف كل يوم تقرير مصر ذكرني فورا بكتب مصطفى مصمود التي ساهمت على بساطتها بالمناسبة بتغنية هذا التزهيل اليوم نعم طيب جمانا مصطفى أريد أن ننتقل إلى جوزيف عيساوي جوزيف عيساوي يعني وكان هناك ربما نظرة سوداوية نوعا ما فيما يتعلق بالحريات بحريات المعتقد وبطبيعة الأنظمة في المنطقة العربية هل أنت متفائل أم أن ربما هذه النظرة السوداوية هي قاتمة إلى هذه الدرجة خليني طارق أحكي عن لبنان لأنه بعرفه ميح لبنان دولة إلنا بنيت على أساس طائسة لكن هي بوزور دولة مدنية حقيقية مش فقط الدولة المدنية لأنه لوحدة مش كافية الدولة المدنية نعم لبنان بمقدم الدستور يعترف بالشرعة العالمية لحقوق الإنسان يلي هي مرجعية الدولة اللبنانية وهذا مش موجود بتصور بكل دول المنطقة العربية دولة لبنان ده المعنى دولة مدنية على مستوى إلية التشريع لكن خلفييتها ومرجعيتها حقوق الإنسان الشرعة العالمية لحقوق الإنسان خلينا احكيك عن ظاهرتين وخلينا شوي ميز بين الدولة المدنية اللي مرجعية تحقوق الإنسان وبين العلمانية سريع الجزيرة لو سمحت تفضل لا حتى نفهم العلمانية يعني كذيش بعيدة عنا العلمانية يعني المصطلح أوروبي فرنسي تحديدا طبعا له جزور بالأمن الأول للميلاد لكن بغير معنى العلمانية حسب أوانين 1905 بفرنسا ما بتعترف بالطوايف ما بتعترف بالجماعات الدينية بمعنى إنه ما بتمولهم الدولة محيدة تجاه الأديان لكن الدولة المدنية يلي هي أقرب إلى ألمانيا مثلا أو إلى بريطانيا أو إلى أمريكا ما عندها هالمشكلة مع الطوايف وممكن إعطاء الطوايف شخصية معنوية ضمن الدولة المدنية أو ضمن العلمان الأمريكية والألمانية والبريطانية المحايدة إيجابا تجاه الأديان أما العلمان الفرنسية فهي محايدة سلبيا تجاه الأديان ولكنها تحترم الأديان ويمكن أن تتعايش فيها الأديان بمساواة كما انتهت إليه العلمان الفرنسية بطوضيحات تضرت في قوانين العام 2004 على كل حال بالنسبة للبنان برجع للبنان في لبنان دولة مدنية بمرجعية الشرعة العالمية بحقوق الإنسان العلمان مسألة أخرى المطران صور مطران جريجوار حداد مؤسس طيار المدني في لبنان عشية الحرب وبعض الحرب دعا إلى العلمان المحايدة إيجابية تجاه الأديان فرفض من كميسته الكاثوليكية في لبنان وطبعا من بقية الكنائس والتهمة بالهرطقة لهذا السبب ولأسباب أخرى وأحيل إلى روما عشية الحرب حوالي العام 1974 بالتحقيق معه بتهمة الهرطقة وبرأته روما لكن كميسته الكاثوليكية في لبنان نفته إلى مطرانية في أدنى تقريبا لم تعد قائمة ثم أعادت إليه الاعتبار بعد عشرة أعوام المهم جريجوار حداد مطران بيروت كان مطران بيروت كان يتقاطر إليه السياسيين لأخذ بركته خاصة قبل الانتخابات الميادية وكان يقول لهم اذهبوا لماذا أنا سأدعم هذا المرشح وليس ذات نعم إذا نحن ما نتمناه هو دولة مدنية مرجعياتها شرعة عالمية الحقوق الإنسان التي تحترم حقوق الفرد لمعزل عن انتمائه الطائفي نعم وكان هناك تجربة الزواج المدني طارق رح انهي فيها إذا بدا نعم فضل العام آآ العام 2012 الكاتب العدل جوزيط بشار وقع في دائرته أول زواج مدني في لبنان آآ آآ ليوقع بعدها تتعشر زيجة آآ مدنية سجلت لاحقا في سجلات النفوس في لبنان قبل وشطبت وشطبت أصحاب هذه الزيجات مذهبهم وطائفتهم عن سجلهم عن إخراج القيب كان اتفاق الطائف رفع مجدل الطائف عن الهوية ولكن لم يرفعه عن إخراج القيب لكن هذه التجربة أذعجت البؤسسات الدينية جميعا ووزراء لاحقين في حكومات لاحقة بعد العام 2012 أصدروا قرارات بمنع تسجيل هذه الزيجات المدنية التي تعقد داخل لبنان وليس خارج لبنان بمنع تسجيلها جميل جزيف في الدولة اللبنانية وهذه يعني انتكاسة كبيرة الهام المانع لديها تعليق عذرا جوزيف لديها تعليق على حديث الشاعر جوزيف عيساوي تحديدا عن هذا النوع من التفريق الذي قدمه لنا بريطانيا كعلاقة إيجابية مع الدين وبريطانيا وفرنسا كنوع من الفصل الصارم مع الدين أنا مع احترامي شديد لرأيك دعني فقط أقول أن بريطانيا ليس فيها فصلا فعليا بين الدين والدولة تحديدا بسبب الدور المميز للكنيسة البريطانية فيها الكنيسة الإنجليزية وفي نفس الوقت ستجد أنه طريقة تعامل الدولة مع الكنيسة الإنجليزية تم مده إلى الطوائف والأديان الأخرى لكن هذا لم يؤدي إلى علاقة أفضل مع الأديان هذا أدى رغم ذلك إلى قيام جماعات ومجتمعات مغلقة مواجية هذا أدى أيضا إلى قيام في بعض سيطرة الجماعات الإسلامية على المجتمعات الإسلامية المنغلقة تجد فيها محاكم شريعة وهذا الأمر ليس فقط يقتصر على المسلمين والمسلمات بل يمتد أيضا إلى الطوائف الهندوسية وطوائف الديانة اليهودية الأرثوديوكسية مهم نحن نشير إلى هذا لأنه دائما تستخدم بريطانيا كنموذج لكن لدي كتاب نشر باللغة الإنجليزية عن واقع هذه التعدلية التقاطية الموازية بصورتها السلبية نعم يعني حتى هنا في فرنسا هناك نقاش أيضا حوضة العلمانية نقول فرنسا هي بلد العلمانية ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك نقاشا دائما وجدلا أيضا أستاذ جمال الشلبي ربما الدقائق تداهمنا كيف يمكن الخلاص ربما من سيطرة الأديان على المجتمعات معنى دقيقة أو نصر دقيقة والله لو كان لدي هذا الحال في دقيقة لكنت وأصبحت صاحب ما هي الأولويات دكتور جمال برأي أنا شخصيا أعتقد بالطبيعة الحال أوروبا بحثت عن الإلمانية كمخرج لأنه تعرف أنت صراعات الثلاثين عام والمئة عام فاجتمعوا في وستفاليا ١٦٤٨ وقالوا بأنه يجب أنه حيدي يونات حدث عن الدولة القومية أظن أنا شخصيا أعتقد إذن هو قرار حكومي طائفية بما أرى من حروب طائفية في العراق وطائفية في لبنان وحتى لو كانت توافقي وحروب أيضا في ليبيا وحروب في السودان نحن بحاجة معسى إلى هدنة تاريخية هذه الهدنة التاريخية يجب أن يعيها أولا القيادات السياسية التي فشلت في إدارة المجتمعات على أساس عرقي وديني لأنها لم تفعل والثاني يجب أن إيجاب توعية كاملة عبر نحن نملك الآن فروس على إديف الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا نستطيع أن نورد كل الأفكار المتعلقة بحماية الحاضر والمستقبل المشكلة هل فان سبع المرات يعني بيشتغل العكس دكتور جمال ربما ولكن أعتقد التوجيه وهنا أذكر في قضية إنه إحدى يعني لتائج العلمانية الحقيقية أنها سطعت أن تؤسس المدرسة التي تدرس فيها ابن العلماني والمنحد وابناء نجال الدين وابناء كلهم في الأردن على سبيل المثال لديك خمس مدارس مدرسة حكومية ومدرسة أقل حظا ومدرسة دينية ومدرسة خاصة ومدرسة أجنبية كيف ستشكل المجتمع هذه القضية آتق دكتور جمال على كل حال بكلمة واحدة أقول نحن بحاجة إلى هدى تاريخية هذه الهدى التاريخية تتمثل وتتجسد برأي الشخص المتواضع عبر العلمانية المرنة التي نحتاجها ويحتاجها الأجل القادمة دكتور أستاذ دكتور حبيب عبد السروري عبد الرب السروري عفوا كلمة أخيرة بنصف دقيقة أستاذ حبيب حول هذه المواضيع ذكرناها نعم نصف دقيقة نعم نصف دقيقة نحن بحاجة جوهرية وسريعة جدا لتعليم أو لكشف أو لشرح معرض العلمانية للجميع لأن هناك شويه كما قلنا خطير جدا توضيح العلمانية بدون ديمقراطية لا توجد أنه عندنا بعض الكثوبات الكبيرة أنه بعض الأنظمة العربية القمعية الدكتاتورية يسموها علمانية بينما هي يعني بالعكس عكس كامل يعني المطائفية أو أنها تفرض الدين أو تحول الدين إلى إمعه لخدمة الحاكم للدفاع عنه فنحن بحاجة قبل كل شي لشرح المفهوم الشيء الآخر التركيز على التعليم أعود من جديد لابن الموضوع وهد جدا 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 تحرير العقل من القيود التي فرضتها الأديان والعقائد حولها لتفجير الملكات لدى الناس ولي تطوير الواقع العربي الذي هو في زمن تعرف وضع متخلف ومؤلم شكرا كلمة أخيرة إلى جمانة مصطفى جمانة مصطفى أنت شاعرة مدافعة عن حرية العقيدة وأنت تمثلين أيضا الجيل الجديد الجيل الشاب ربما كلمة أخيرة نصف دقيقة نصف دقيقة طارق نحن بحاجة إلى عشرات أو ربما آلاف البرامج والنقاصات اليومية كهذا البرنامج في العالم العربي وباللغة العربية وببساطة لكي نثير حرب المفاهيم من أولا جديد أن تكون العلمانية موازية لكلمة الإلحاد وبالتالي هي رخفة بالقتل هذا مرفوض تماما وبحاجة إلى أن نفتح النقاص على نصرعيه بكل الطرق وعلى كل المنابر وأعتقد أن هذا أفضل من فكرة أن يكون تغيير المفاهيم في التعليم أو في الإعلام فقط شكرا لك أريد أن أشكر كل الضيوف الذين كانوا معنا دكتور جمال شلبي أستاذ في العلوم السياسية الدكتور حبيب عبدالربس لوري الرواي والأكاديمي الشاعر والمدافع عن حرية العقيدة جمانة مصطفى الشاعر والإعلامي جوزيف عيساوي والكاتبة والأستاذ المساعدة بمعهد العلوم السياسية في جامعة زيوريخ السويسرية السيدة إلهام المانع نتمنى مستمعين أن نكون قد ساهمنا ولو بقدر بسيط في الإجابة على بعض التساؤلات حول إشكالية فهم وتطبيق العلمانية وحول مفهوم العلمانية بشكل عام حياتناس هنا يكون قد وصل إلى نهايته يتجدد اللقاء غدا في تمام الحادية عشرة بتوقيت باريس ودائما على المنتقل الدولية الآن سنروي شوي سنستمع إلى ريمة خشيش تغني وين مكان ترجمة نانسي قنقر